الحياة أنه فيه اهتمام كبير بالقطاع الصحي في مصر في السنوات الأخيرة خصوصا مع إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية اللي كان لها انعكاس كبير جدا وإيجابي على شريحة كبيرة من الناس مسألة توفير رعاية الأفضل للمريد مش بس كده احنا كمان بنتكلم عن فوائد اقتصادية لهذه المبادرات في تحسين الانفاق الصحي خلونا نتكلم أكتر بشئ من التفصيل عن التقييم الاقتصادي لهذه المبادرات ودورها في تحسين الانفاق الصحي مع ضيفنا للنهاردة بنوارنا في الستوديو دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بكلية صيد الله بجامعة عين شامس صباح الخير على حضرتك صباح الخير أستاذ هديل أهلا وسهلا صباح الخير يا دكتور صباح الخير أستاذ إزاي يكون فيه تقييم اقتصادي لمبادرات خاصة بصحة المواطن المصري خلينا نبدأ بالفكرة نفسها للمبادرات الرئاسية طبعا الفكرة انطلقت من سيادة الرئيس في 2018 وكان الهدف منها ان يبقى فيه أولوية لصحة المواطن احنا طبعا الصحة في المطلق على مستوى العالم هي لها ثلاث مركزيات يما مركزية النظام الصحي نفسه وتهيئة النظام عشان يبقى أصلح للوصول لخدمة صحية للمواطن أو مركزية المريض ان احنا ازاي نقدر نهتم ان نسب الشفاء تبقى متمشية مع النسب العالمية وما يبقاش فيه نسب أمراض بنسب عالية موجودة في المجتمع المركزية الثالثة هي مركزية صحة المواطن ان انا عايز المواطن ما يوصلش للمرض ودي أعلى مركزية وهي دي رؤية مصر في 2030 احنا عايزين في 2030 نكون خلصنا مركزية النظام حضراتكم اكيد واخدين بالكم من النظام التأمين الصحي الشامل من هيئة الدواء اللي اتعملت هيئة الشراء هيئة الاعتماد والجودة وخلافه من هيئات مختلفة عشان يبقى فيه حوكمة للصح بعد كده المريض احنا شايفين كمية حمالات بقية اما الحمالات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض أو لمنع أو تفادي وجود أمراض فمن أول 2018 انطلقت الفكرة ان يكون من أول الموليد فنلاقي فيه حمالات رئاسية للكشف عن الأمراض الجنية مثلا للموليد عن صحة المرأة والجنين أثناء الحمل بعد كده الطفل اللي يبتدي يكبر شوية يتعامل مثلا مبادرة للكشف عن ضعف السمعة بعد كده خش المدرسة نلاقي التقزم والسمنة والستانتنج اللي هو قصر القامة بعد كده يكبر شوية لان تبتدي تمشي معايا كل المبادرات صحة المرأة، سرطان السدي، الأورام لغاية مبادرات كبار السن فالمبادرات مسكة من أول الولادة لغاية كبار السن فدايما السؤال هو هو المبادرات بتطلق لأي سبب؟ أو ليه المرض ده بالذات؟ يتعامل على ليه مبادرة رئاسية احنا عندنا طبعا فيه إما عشان المرض نفسه محتاج علاج إكلينيكي محتاجيني بموجود وشك مجتمعي بس لازم برضو يكون فيه شك اقتصادي لأننا ما ينفعش أصرف على مثلا مبادرة وحاول أكشف عن مرض والمرض ده يكون فيه مشكلة مثلا في أنه هو مش منتشر فأول شرط اقتصاديا أن يكون المرض منتشر هذا شوفنا فيروسي فيروسي احنا كان عندنا مشكلة كان من أعلى بلاد العالم كان مستوطن بالضبط مستوطن في مصر حاليا منظمة السهل العالمية أعلنت أن مصر خالية من فيروسي وده كان أنجح حملة قضاء على مرض احنا في مصر قامت ده فحص خمسين مليون مواطن مرض ده أكبر حملة فحص لأي مرض في التاريخ فدايما هو السؤال طب هل ده كان ليه جدوى اجتماعية؟ طبعا لأن احنا كان عندنا مواطنين حتى في أمثلة بسيطة ممكن ما يقدرش يسافر يشتغل برا عشان اكتشف أنه عنده مرض وهو صامت مرض ما لهش أعراض اقتصاديا احنا استفدنا بكام تقريبا 23 مليار جنيه استفادة عشان تكشف عن فيروسي مع أن الحملة كلفتنا مليارات ما هو ده بقى لأنها كنت يعني قصد سؤالي لحضرتك زي بيكون فيه عائد اقتصادي للمبادرات دي مع أنها بتكلف الدولة كتير عندنا كذا حاجة يعني مثلا لو خدنا بوادرة صحة المقرأة في السادي مسا سرطان السادي احنا مثلا اتصرف على الحملة 3 مليار لو ما كانتش الحملة اتعملت كنا هنصرف 4 مليار كنا هنصرفهم في ايه؟ في العلاج كان بالضبط اول حاجة احنا الحالات كانت بتكتشف في مراحل متأخرة لان مرحلة الثالثة والربعة ودي مراحل العلاج فيها اوقات بيبقى 100 ضعف لو اكتشفناها في المرحلة الاولى حاجة تانية ان بيكون الشخص جير منتج اوفره اوليه شك ان شخص كان غير عامل بسبب المرض يرجع تاني يشتغل فنلاقي ان احنا الفرق مليار و 200 مليون هما فرق توفير علاجات لان احنا اللي اكتشفناه في مثلا مبادرة سرطان السادي لصحة المرأة خلى نسبة اكتشاف المرض 50% اقل في المراحل المتأخرة فبالتالي علاج في المرحلة الاولى والتانية ارخص فبالتالي انا قدرت اوفر فلوس الحاجة التانية الانتاجية للمواطن نفسه زادت دي مثلا موجودة بصورة كبيرة في السمع يعني احنا مبادرة السمع اكتشفت عند اطفال ان عندهم مشكلة في السمع فمنهم زرع قوقعة او منهم مثلا نركب سمع احنا بنتكلم في 3000 و 700 سمع وزراعات قوقعة بالتالي ده اثر على ايه اهم حاجة اول حاجة وفرنا ان يبقى فيه اكتشاف متأخر للموضوع فبالتالي مدارس خاصة لهذه الاطفال صحيح ومرافق ايه اقل فانحنا بنتكلم فيه حاجة ما نسميه عائد استثماري من المبادرة تقريبا 4 و 6 من 10 يعني كل جنيه صرف في مبادرة السمع رجع 4 جنيه و 6 من 10 انتاجية زيادة ليه الناتج القومي المحلي والمكتبي ده عظيم جدا انا عايز ارجع بس لمبادرة القضاء على فيروس سي وان مصر خلية تماما من فيروس سي عملنا ايه بعد ما تأكدنا خلاص من خلوق مصر من هذا الفيروس عملنا ايه عشان نحافظ على ده عشان ما يرجعش مرة تانية الفيروس ينتج اه ده سؤال كويس هو طبعا هو الشخص لو عنده فيروس سي احتمال في مدار حياة ويعدي اربعة اخرين فاحنا كان دايما المشكلة كلها نحتاج من الاول ان انت الشخص يتعالج وتتأكد ان العلاج ده تم ومعندوش لسه ما بقاش معدي لاخرين ده ييجي بأدوية معينة ده الحملة اللي عملتها مصر في تطوير البروتوكول الخاص بفيروس سي فتطوير البروتوكول الخاص احنا هنشوف الحالات اللي تم علاجها من فيروس سي كان نسبة النجاح في ان هو يبقى جسمه خالي من الفيروس كان بالنسبة 98% فده معناه ان الشخص ده خلاص ما بقاش معدي لاخرين طبعا الناس اللي حصلوهم حاجة بنسميها ريلابس او رجع له تاني الفيروس دول موجودين على المنظومة جوه وزارة الصحة جوه ادارة الصحة العامة في وزارة الصحة دول فيه خط ساخن بيكلمهم تاني ان هو يروح ياخد علاج الخط التاني اللي هو نتأكد انه بعد حتى ما يرجع له الفيروس ان هو تعالج تاني بعد كده حتى الناس دي بيتموا متابعتهم دوريا لان للأسف سرطان الكبد مرتبط رتبات كبير بالناس اللي كان عندهم فيروس سي فكل الناس اللي طلعت منه فيروس سي وتعالجوا دخلوا في مبادرة سرطان الكبد للكشف عن سرطان الكبد فحاليا بيتم الاتصال بكل مرضى فيروس سي السابقين للكشف هل حد مسلا ممكن يكون ابتدى عنده بوادر لسرطان الكبد فنلحق برضو نعالجه قبل ما نكتشفه في مرحلة متأخرة ده برضو ليه جدوى اقتصادية انا بعالج في الاول وده بيوفر علي مليارات لو انا اكتشفت سرطان الكبد فنلحق متأخرة ان هو بيؤدي للوفاة صحيح وعلى فكرة يؤدي للوفاة ده احنا طبعا فيها طبعا جانب اجتماعي فيها جانب علمي وفيها جانب برضو اقتصادي انا فقط عضو فعال في الاقتصاد على مستوى العالم كل الدول بتقول ان الشخص عندي بيمثل قدرة اقتصادية في الناتج قوم المحلي صحيح العنصر بشري طبعا مصر بتحسابها بالشخص انا فقدت شخص قبل سن المعاش انا فقدت سنة شوكل السنة دي تساوي كام الرقم ده موجود في وزارة الصحة المصرية طيب دكتور اسلام مسألة القضاء على الفيروس سي كانت يعني شيء غير في الاهمية لكن احنا كنا بنشتغل وفق قاعدة بيانات بالتأكيد عشان نقدر يكون عندنا حصر لاعداد الناس اللي عندها فيروس سي دخلنا مبادرات اختيار زي ما حضرتك كنت بتقول اني اعمل مبادرة لمرض ما لازم يكون انا المرض ده عندي موجود بشكل كبير قاعدة البيانات دي اتعملت ازاي احنا طبعا في حاجتين في الموضوعات فيه ان طبعا فيه رقمانة لقاعدة البيانات الموجودة في وزارة الصحة وفيه ادارة كاملة للديجيتيزيشن او رقمانة كل البيانات الموجودة احنا عندنا بيانات عظيمة مثلا في معظم موضوعات في التأمين الصحي فهي التأمين الصحي عندنا في الاتصالات ووزارة الاتصالات كل ده بيتم جمعه في منظومة لرقمانة الديتابيس بعد كده فيه كول سنتر موجود في ادارة الصحة العامة بيقوم بالاتصال بالناس النقطة اللي هرجع عليها وحركة صارتها مهمة جدا هو أنا اختارت مرض عشان هو منتشر بس في عندي مرحلة كمان إنه لازم يكون الكشف عنه ينفع أكشف عنه فعلا يعني عندي وسيلة إن أنا قدر أكشف عنه وبوسيلة يعني خلينا نقول ذات كفاءة اقتصادية مصرفش كتير عشان أكشف عنه وإن النتائج تطلع محددة والحاجة التالتة إنه يكون المرض ليه علاج وعلاجه متوفر عندي مرحلة الرابعة إنه يكون البرنامج للكشف نفسه عنده مردود اجتماعي وعنده مردود استثماري لو رجعنا للداتابيز الداتابيز بتبقى موجودة وتقريباً احنا نتكلم في 102 مليون خدمة اتعاملت جوه حملت مليون صح 100 مليون صح نتكلم تقريباً على 50 مليون جوه فيروس C على تقريباً أربع 70 مليون لكل المبادرات فبالتالي الداتابيز دي بتتراكم سنة بعد سنة مثلاً أطفال المدارس للتقزم والسمنة وقصر القامة كل سنة التأمين الصحي ووزارة الصحة بيقوموا بكشف عن تقريباً 8 مليون تلميذ جوه المدارس فدي داتابيز حتى لو نفسهم اللي اتكشف السنة اللي فاتت يعني لو نفس التلميذ اللي أجرينا الكشف عليهم السنة دي هم هم برضو ممكن نجري الكشف عليهم كل سنة ده مهم جداً لأننا عايز أشوف التقزم يحصل يعني مثلاً إحنا لو بصينا عندنا السمنة والتقزم إحنا من 2019 2021 و22 طلعت كمان لأن التقزم والسمنة تدوا يقلوا في الأرقام إحنا عندنا المشكلة اللي لسه موجودة 17% من التلميذ عندهم أنيمية دي الرقم اللي عالي لكن الحمد لله مثلاً التقزم بالقياس قال بالنسبة كويسة قال نتيجة للتدخل اللي حصل التدخل السريع اللي حصل من المبادرات الرئيسية أو اللي قال بعد لأننا لو تم الكشف عن تلميذ عنده مثلاً قصر قامة بيتم تحويله إلى عيادة كل ده بالمجان طبعاً بيتم تحويله إلى عيادة العيادة مثلاً هو مناسب أنه ياخد هرمون نمو مثلاً جروس هرمون بياخد الجروس هرمون برضو على حساب التأمين الصحي ببلاش يتم علاجه بعد كده يتم امتبعته والسنة اللي بعدية هو بيكشفه بيبدأ يشوفه هل حصل تحسن هل مثلاً ابتدى يبقى فيه قصر القامة ده يتحسن وطول شوية هل السمنة بتدى تتحسن السمنة مثلاً بسبب نفس المبادرة طلع منها استراتيجية الوطنية مصر للغذاء والتغذية فالاستراتيجية بتهدف لتحسين العلاج صحيح بعد كده عن طريق أن نحن نحسن الغذاء والتغذية للأطفال والكبار إزاي أن هما يأكلوا أكل صحي طلع من المبادرة نفسها بسبب أن كان فيه مشكلة في السمنة مبادرة الوجبة المدرسية لأن طبعاً برضو فكرة أن الأطفال ما بيأكلوش أكل صحي في المدارس بيساهم في فكرة حاجتين تقزم يعني قصر القامة والحاجة التانية السمنة طيب هل إحنا محتاجين مبادرات تانية؟ آه ده سهل كويس إحنا كل مبادرة جديدة هنحتاج نعمل فيها الأربع مراحل يعني هي المبادرات كانت تعمل حاجة مهمة جيداً إحنا قلنا فيه حوكمة للقطعات فبقى عندنا قطعات صحة كتير المبادرة بتربط كل الهيئات دي مع بعض فأنت تلاقي أن أنت بتشتغل مع التأمين القديم التأمين الشامل تشتغل مع حقيقة الدواء مع حقيقة الشراء كل الهيئات بتشتغل مع بعض في مبادرة واحدة ده طبعاً ده توجه موجود من زمان في دول كثيرة لأن مبادرات الصحة العامة زي ما قلنا الهدف منها إن أنا عايز أحسن الصحة فمثلاً الكشف الجيني عن الأطفال بيزيد سنة بعد سنة لهم 19 مرض جيني بكشف عنهم أول ولادة ممكن أقدر أزودهم بعد كده في مبادرات مثلاً للتوحد هتنزل لسه قريباً هتنزل مبادرة للتوحد فده مثلاً برضو حاجة داخل المدارس ولا هتحصل الزي يعني من نفس شكل المبادرة اللي فاتت بتعتي الأنميا وسامنا وتقوزه هتبقى مدارس وجوه وبرى المدارس وهو دايماً لو حد عايز يتابع أي مبادرة ويشترك فيها يتقل لها بالمجان خش على 100 مليون صحة .ag يسجل بياناته ويقول له أقرب حاجة سواء بقى مبادرة صحة المرأة وبقية المبادرات ويبتد التوجه عليه وطبعاً كل المبادرات بيتم العلاج فيها أوقات بيخش العلاج في مليون جنيه في السنة للفرد كل ده بيبقى ببلش عظيم كل الشكر للحضرات كيف أننا مشرفتنا ونورتنا الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلمة تشهر الأوباء بكلية سيدالة جمعتين شمس شكراً جزيلاً يا فن شكراً سيدالي شكراً جزيلاً يا داق ونورتنا